موسيقى نشرة مفصلة للأخبار البداية مع العنو تشيع حاشد لفلويد في تكساس الأمريكية وتظاهرات رافضة للعنصرية وتضامن مع فلويد في العواسم الأوروبية طائرة الإماراتية في إسرائيل تحت عنوال نقل المساعدات للفلسطينيين والحكومة الفلسطينية تلوح بسحب الاعتراف في إسرائيل في حال ضم الضفة الغربية الاتحاد الأوروبي يدعو أطراف الصراع الليبي إلى وقف العمليات العسكرية على الفور والانخراط بفعالية في مفاوضات السلام موسيقى نحو ثلاثة ملايين باكستاني مهددون بفقدان وظائفهم مع استمرار استغناء مؤسسات حكومية وخاصة عن موظفية واعتماد سياسة العمل عن بعد موسيقى أهلا بكم البداية من تشيع المواطن الأمريكي جورج فلويد موسيقى أكد المرشح ديمقراطي للرياسة الأمريكية جو بايدن أن الوقت حان للاستماع إلى الأمريكيين وتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف التمييز العنصري بايدن أضاف في كلمة متلفزة أن الولايات المتحدة ليس لديها خيار سوى أن تفعل الأفضل مشيرا إلى أن قد حانت ساعة العدالة للأعراق كافة في البلاد بدفنه لا تنتهي قضية جورج فلويد والأمريكيين لفارقة فقد باتت قضية رأي عام أمريكي يرفض التعايش القصري مع جرائم التمييز العرقي بل يرفض كل أشكال العنصرية محطة التشيع الأخيرة هي تيكساس ستكون انطلاق جديد لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة في ظل الإصرار على إصلاح جذري للأجهزة الأمنية محمد أبو عبد الله توديعه وداعها الأخيرة أمريكا بعد أن استفاقت على مأساة مقتله رحل جورج فلويد عن الدنيا ليرقد في مثواه بالقرب من قبر والدته في تيكساس لكن قضيته حية باقية ما دامت العنصرية باقية قبله ضحايا ليس قلة لكنه في لحظة تاريخية فارقة بات الأيقونة التي تحرك الأمريكيين وتبعث الروح في نضالهم مجددا يكفي أنه قتل بدم بارد حيث انقطع نفسه قبل دفنه في تيكساس شيعاته من يابوليس وفي كل شارع أمريكي هبت إليه الجماهير ثمة مشيعون فالعنصرية باتت الشغل الشاغل للأمريكيين لا يغفر المشيعون في هيوستون بولاية تيكساس ولا الحشود المحتجة في غيرها من المدن الأمريكية ما اقترفته الشرطة بدافع البشرة السوداء ولا يشفي غليلها إلا قطع دابر عنصريتها المتكررة ينشد الأمريكيون تحولا جادا وجذريا يضع حدا لمعاناتهم من العنصرية ولا سيما الأفارقة منهم لم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فأوروبا أيضا مثقلة بالتمييز العرقي كأن ما هي الأخرى تستفيق لتوها من كابوس بغيض فترى في أمريكا مرآة عاكسة لذات التمييز العنصري فيها وإذ بشوارعها محتجة ومنتفضة لا يمنعها الوباء يشتد الخناق ويزداد على الرئيس الأمريكي فلطالما كان متهما في تصريحاته بتأجيج العنصرية وبأن تطرف اليمين يتكئ على صعوده السياسي من سوء حظه أن الانتخابات مقبلة وأن العتب واقع على سياساته وأيا يكون الرئيس المقبل يبقى الشأن الداخلي في الحسابات الانتخابية محكوما بورم خبيث يريد الأمريكيون استئصاله بعد أن ضاقوا به ذرعا من أعراق مختلفة وليس من الأفارقة وحدهم دونالد ترامب يكاد لا يسمع هؤلاء المناهضين للعنصرية وتلك مثلبة فيه تميزه عن قصومه إذ إنه لا يستطيع سمعا فثابتوا فيه عناده وإصراره على سماع نفسه فحسب وينضم إلينا من واشنطن مراسل الميدين محمد كريم محمد أهلا بك بداية المشهد الميداني نعم برلا ميدانيا ما تزال الاحتجاجات متواصلة في العاصمة واشنطن وخصوصا في هذه المنطقة التي حيث نقف هنا في هذا الشارع المطل على البيت الأبيض والذي أطلق عليه تسبية حياة السود مهمة ما يزال المتظاهرون والمحتجون يأتون من كل منطقة في العاصمة واشنطن ومن مناطق أخرى وضواحيها أيضا إلى هذا المكان ليعبروا عن حزهم بمقتل جورج فلويد وأيضا يعبروا عن غضبهم لاستمرار هذه الممارسات التي تقوم بها الشرطة الأمريكية بدوافع عنصرية أمنيا لا تزال هذه المنطقة أو المجمع المحيط بالبيت الأبيض هي مغلقة بالكامل من قبل عناصر الشرطة ما يزال هناك انتشار كثيف لهذه العناصر في محاولة منهم لقطع الطريق طريق الواصل إلى هذا المجمع طبعا وذلك بالرغم من وجود إجراءات احترازية لوجستية أخرى متمثلة بوضع سياج حديدي محيط بمجمع البيت الأبيض بأكمله وشوارع أيضا المحيط به وكذلك مدعوب بكتل خرسانية وكونكريتية ووضع نقاط مراقبة في محيط البيت الأبيض لكن هذه الخطوات الأمنية الغير مسبوقة في العاصمة الأمريكية هي لم توقف المحتجين من الوصول إلى هذه المنطقة طبعا اللافتة اليوم الذي رأيناه قبل قليل أيضا هناك مسيرات جوالة وتظاهرات وتجوب شوارع العاصمة الأمريكية أي أن المحتجين لا يغتصر وجودهم أمام البيت الأبيض فقط بل أنهم يقومون بمسيرات تجوب الشوارع العاصمة وينتقلون من هذه المنطقة منطقة البيت الأبيض أو القريبة من البيت الأبيض إلى المنطقة التي يقع فيها مبنى الكونغرس الأمريكي فهي تحركات مستمرة تحركات على ما يبدو أنها لن تتوقف في ظل هذه الشعارات المرفوعة والتي بالمناسبة هناك واحدة من اللافتات الكبيرة جدا وضعت على السور الأمامي للبيت الأبيض كتبت باللون الأسود وتقول أن حياة السود مهمة تنوعت الشعارات بطبيعة الحال رولا في هذه الاحتجاجات المستمرة منذ أيام من حياة السود مهمة إلى لا سلام بلا عدالة إلى حان وقت التغيير والبعض الآخر يطالب بالإصلاح والآخر يقول حان وقت الرحيل وهنا طبعا الحديث عن الرئيس ترامب ونائبه بينس بعض المتظاهرين طالبوا أيضا برحيل الرئيس ترامب ونائبه عن الحكم أيضا النقطة اللافتة الأخرى التي بدأت تبرز على السطح في تلك الاحتجاجات رولا هو أن هذه الكتابة الصفراء التي كما ترينها على الشارع هي مكتوبة حياة السود مهمة باللغة الإنجليزية ولكن أيضا هناك كتابة أخرى تمت إضافتها بأن تطالب بوقف الدعم المالي للشرطة الأمريكية ووقف تمويل الشرطة وهذا موضوع آخر أيضا بدأ المحتجون ينادون به بوقف ضرورة وقف دعم الشرطة الأمريكية بسبب ممارسات عناصرها البعض الآخر راح يطالب بإغلاق مراكز الشرطة التي تورط عناصرها بعمليات قتل بدوافع عنصرية وبالتالي هذا الموضوع العنصرية يبدو أنه هذه المرة يتفاعل بدرجة كبيرة فنحن قضينا أيام طويلة في هذه الاحتجاجات ويبدو أنه حتى بعد دفن جورج فلويد أن مسألة العنصرية والتحركات الشعبية والاحتجاجية في الولايات المتحدة والمدن الأمريكية المختلفة هي لن تتراجع قد تخف حدتها ولكنها لن تتراجع والمحتجون طبعا بطبيعة الحال أجبروا حتى حكام الولايات وعمدة المدن أيضا بعض المدن إلى الجلوس معهم والحوار معهم والاستماع إلى مطالبهم التي يعتبرونها مطالب محقة يجب أن تنفذ وأن هذا الوقت التنفيذ التأخير وهم يقولون طبعا المحتجون أن تأخير العدالة أو تأخير تنفيذ العدالة يعني لا عدالة فيما يتعلق بموضوع العدالة يعني جو بايدن يقول أن الوقت حان لتحقيق العدالة هل فعلا سيتم الاستماع للأمريكيين وتحقيق هذه العدالة أم سيبقى ذلك فقط رهنة تصريحات رولا كما تعلمين النظام العنصري هو نظام متجذر في آلية الحكم الأمريكي وفي المؤسسة الحاكمة الأمريكية وبالتالي اليوم نحن أمام معركة انتخابية لا يمكن أن نخفي ذلك المعركة الانتخابية هي ما بين الحزبين كالعادة الجمهوري والديمقراطي وما بين مرشحين هم الرئيس الحالي ترامب وعضو رئيسي بالمؤسس الحاكمة الأمريكية وهو جو بايدن فهو نائب الرئيس كما تعلمين لثماني سنوات البعض من المحتجين عندما سألناهم عن هذه التصريحات والمواقف من الديمقراطيين البعض كان منتقدا حتى لمواقف الديمقراطيين صحيح وإن كانت هي تأتي منسجمة إلى حد ما مع المطالب المحتجين لكنهم قالوا أن الديمقراطيين حكموا لولايتين في إشارة للرئيس أوباما الذي كان بوصوله بمثابة عدالة للأمريكيين الأفارقة كما يعتبرونه أي أنه تحققت العدالة لهم وأنهم حصلوا على أعلى منصب في الولايات المتحدة ولكن في ضل عهد أوباما أيضا وبايدن كان نائبه لم يتحقق الكثير للأمريكيين الأفارقة والعدالة لم تتحقق حتى في ذلك الوقت بل بالعكس هناك انتقادات لأن تعامل إدارة أوباما أيضا هي الأخرى لم يكن تعاملا واضحا عبر قوانين تجيز محاسبة عناصر الشرطة أو تقلل من عملية التمويل يعني البعض انتقد دور بايدن وأوباما في قضية دعم الشرطة الأمريكية بالمعدات العسكرية وهذا اليوم هو واحد من المطالب الخاصة بالمحتجين بضرورة وقف هذا الموضوع وبالتالي هم يعوى أنه لربما تكون هذه التصريحات هي تصريحات سياسية أكثر من ما هي تصريحات تمثل تطلعات الشارع الأمريكي إذا ما لم تحصل هناك قرارات حقيقية يتم مصادقة عليها في الكونغرس الأمريكي تصادق عليها الإدارة الأمريكية تصادق عليها حتى حكام الولايات وكذلك المدن الأمريكية هم اكتفوا من الشعارات اكتفوا من هذه التصريحات التي فقط تحاول من خلالها أو يحاول من خلالها السياسيون تهدئة الشارع وابتصاص الغضب الموجود لدى الأمريكيين وخصوصا الأمريكيين الأفارقة وبالتالي الحسابات السياسية هي تدخل ضمن هذه التصريحات ولكن هناك تحركات في بعض الأحيان في داخل الكونغرس لربما قد تفضي إلى تشريعات أو إلى قوانين قد تمتص جزءا من غضب الشارع الأمريكي على أقل تقدير ماذا بعد دفن فلويد؟ هناك انطلاقة جديدة لمناهضة العنصرية لن تقف الأمور في الولايات المتحدة عند هذا الحد أليس كذلك؟ بالطبع رولا المحتجون والمتظاهرون يؤكدون أن هذه الاحتجاجات لن تتوقف لأن القضية الأساسية هي قضية العنصرية والتمييز العنصري بالواقع في الولايات المتحدة وجورج فلويد هي ليست القضية الأولى ولن تكون الأخيرة كما يقولون خصوصا وأن هناك حوادث كثيرة مماثلة شهدتها الولايات المتحدة طيلة عقود مضت وبالتالي فإن قضية فلويد صحيح هو اليوم فلويد تم دفنه ولكن هل ستتوقف هذه الاحتجاجات من طبيعة الحال؟ وعلى ما يبدو هذا المشهد الذي نراه اليوم ليس هناك تراجع من قبل المحتجين هناك جملة شعارات لأن المحتجون لا يتحدثون فقط على قضية التمييز العنصري أيضا ولكن هناك قضايا أخرى اليوم تؤرق الشارع الأمريكي مثل قضية البطالة التي اليوم وضعت الأمريكين أو أكثر من أربعين مليون أمريكي بلا وظيفة بالإضافة إلى مسألة الرعاية الصحية وكذلك مسألة التعليم يعني على سبيل المثال للحصر فإن اليوم الحكومة الفدرالية تدعم المدارس الخاصة التي يذهب إليها فقط أبناء الأغنياء في الولايات المتحدة لكل طالب بما يعادل مبلغ 36 ألف دولار سنويا في حين المدارس العامة التي يذهب إليها الفقراء حصة الطالب في السنة هي فقط 13 ألف دولار وهذا فارق كبير بواقع نحو 300% في التفرقة التي تحصل والتمييز العنصري الذي يحصل في داخل آلية الحكومة الأمريكية وبالتالي هي مجموعة تراكمات ليست فقط التمييز العنصري وليست فقط العنصري أو ممارسات الشرطة هناك تراكمات اجتماعية وكذلك جنائية وكذلك قضائية هي التي قد تحرك الشارع بالإضافة إلى الشلل الاقتصادية الذي يضرب الولايات المتحدة منذ بدء أزمة كورونا من واشنطن مراسل الميدين محمد كريم شكرا جزيلا لك وانضم إلينا من جنيف مراسل الميدين موسى عاصم موسى أهلا بك بداية كيف يبدو المشهد لديك في أوروبا نعم رولا اليوم جرى عدد من التظاهرات في فرنسا وهنا الأهم في جنيف كانت تظاهرة ضخمة جدا شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص وهذه أرقام تعتبر ضخمة جدا بالنسبة لمدينة كجنيف جنيف مدينة صغيرة جدا وسويسرا بشكل عام بلد صغير جدا مقارنة مع دول الأوروبية الأخرى التظاهرات التي حصلت اليوم إن كان في جنيف أو في فرنسا حملت الشعارات ذاتها تقريبا هي الكلمات الأخيرة التي تلفظ بها جورج فلويد لا أستطيع التنفس وهناك أيضا شعارات أخرى كما السلام من دون محاسبة محاسبة الذين ارتكبوا الجرائم بحق الأقليات إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو هنا في أوروبا وتحديدا في فرنسا عندما قتلت الشرطة الفرنسية عددا من الفرنسيين من أصول الأفريقية ولسيما أدام تروري الذي قتل عام 2016 وتتحرك عائلته في هذه المرحلة ولجنة دعم هذه العائلة بشكل كبير هذه العائلة دعت إلى تحرك ضخم يوم السبت المقبل ينتظر أن يشارك فيه عشرات الآلاف من المحتجين على السياسة العنصرية التي تنتهجها أيضا الشرطة الفرنسية إلى حد بعيد إذن هناك عدد كبير من التظاهرات جرت خلال اليومين الماضيين في معظم الدول الأوروبية من روما إلى مدريد إلى لندن إلى فيينا إلى فرنسا وكل هذه التظاهرات ينتظر أن تتمدد وأن تتكرر خلال الأيام المقبلة هنا أيضا في سويسرا أعلن يوم أن بعض التظاهرات ستنظم خلال يومين نهاية الأسبوع في فرنسا هذه التظاهرات تأخذ أبعاد كصدى لما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية كون فرنسا والولايات المتحدة موسى هذا التمدد كيف يمكن المعايير ذاتها بالنسبة لي هذا التمدد كيف يمكن أن يفسر سياسيا في أوروبا يعني إذا أردنا الحديث عن فرنسا بالتحديد هذه الدولة التي تعيش أيضا تجارب مشابهة للتجارب الأمريكية يمكن القول بأن اليوم هناك خلافات كبيرة داخل السلطة الفرنسية بين السلطة السياسية التي طالبت الشرطة بخفض مستوى العنف في التعامل مع المحتجين ومعروف تاريخيا بأن الشرطة الفرنسية تتعامل بعنف كبير ليس فقط مع الأقليات إنما أيضا مع التظاهرات التي حصلت العام الماضي تظاهرات السلطة السفر وهناك حصل عدد كبير من الإصابات من خلال ممارسات الشرطة العنفية ولكن بالأخص مع الأقليات الأفريقية والعربية الشرطة لديها تاريخ حافل من التعاطي والممارسات العنصرية وهناك شكاوى كثيرة تقدم بها بعض أهالي الضحايا الذين سقطوا على يد الشرطة الفرنسية ولكن طبعا العدالة في فرنسا التي تحمي بشكل كبير أعضاء الشرطة الفرنسية وأيضا وزارة الداخلية التي تحمي العنف الذي يرتكبه عناصر الشرطة إذن هذه المسألة الأساسية اليوم المهتجون الذين خرجوا إلى الشوارع بداية الأسبوع الماضي وكانت التظاهر ضخمة جدا وفاجأت السلطة الفرنسية هؤلاء لا يريدون كلاما كما قالت أخت أو شقيقة أدامة راوري اليوم في مؤتمر صحفي لا نريد كلاما لا نريد وعود نريد عملا نريد تحقيق العدالة نريد أن يحاكم عناصر الشرطة الذين ارتكبوا هذه الجرائم المسألة الرلا لم تعد فقط لها علاقة بالممارسات الشرطة إن كان في فرنسا أو بريطانيا أو دول أوروبية أخرى أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية المسألة تخطط ذلك إلى أبعد من ذلك سمعنا اليوم في تظاهر الجنيف شعارات كبيرة كثيرة تريد طي صفحة العنصرية تريد التعامل تريد العدالة بين مختلف المكونات في الشعوب الأوروبية لسيما في الشعوب أو في الدول التي نلاحظ فيها ارتفاعا لمستوى الممارسات العنصرية لسيما في فرنسا وبريطانيا وبلجكا وهولندا هذه الدول التي لديها تاريخ استعماري تواصل استخدام الممارسات العنصرية إذن المسألة اليوم باتت في مكان آخر هؤلاء يريدون العدالة هؤلاء يريدون حقوق نامت منذ عشرات السنين يريدون أن يتحولوا إلى مواطنين على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين بالنسبة للحقوق بالنسبة للأوضاع الاجتماعية للعمل للتوظيف لكل هذه المسأل التي لا تزال لدى الأقليات في أوروبا مجحفة جدا بحقهم اليمين في أوروبا الذي تقدم في عدد من البلدان الأوروبية كيف يتعامل مع هذه الموجة موجة مناهضة العنصرية لم أسمع السؤال جيدا اليمين في أوروبا موسى الذي تقدم في عدد من الدول الأوروبية كيف يتعامل مع موجة مناهضة العنصرية نعم نعم رولا نعم نعم رولا فهمت السؤال واضح بأن إذا لاحظنا الأحزاب اليمينية وأريد أن أخصص المسألة على فرنسا كونها أكثر الدول مكشوفة على هذا النوع من الممارسات اليمين في فرنسا دافع عن الشرطة بشكل كبير جدا خصوصا التجمع الوطني الذي ترأسه مارين لوبين وأيضا الحزب الجمهوريين الذي قال أو حاول أن يقول بأن الشرطة الفرنسية ليست شرطة عنصرية إنما العنصرية أو أعمال العنف تخرج من المحتجين مارين لوبين انتقرت بشكل كبير المجموعات والمنظمات التي تدعو للتظاهرات وتقول أن هذه التظاهرات تتعارض إلى حد كبير مع القوانين الفرنسية ولسيما القوانين التي وضعت مؤخرا لمنع التواجد في الشوارع بإعداد كبيرة بسبب انتشار وباء كورونا وهي تتهم مارين لوبين تتهم اليسار الفرنسي ولسيما جون لوك ميلونشون بأنه يحاول تحريك المجموعات في الشوارع ويحال استقدام أو تكرار التجربة التي تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا إذن اليمين الفرنسي الذي لطالما كان صباقا إلى استخدام هذه الممارسات اليوم موقفه واضح هو ضد هذه الاحتجاجات هو يقف بمواجهة هذه الاحتجاجات حتى داخل الحكومة حكومة ماكرون نسمع أصوات مع الاحتجاجات وتفهم هذه الاحتجاجات وتعبر أن هذه الاحتجاجات يجب تطبيق مطالبها وهناك أصوات أخرى كانت في أعزاب اليمين السابقة تحمل المسئولية للمحتجين بارتكاب أمال العنف وتدافع عن الشرطة إشارة رولا إلى أن الشرطة الفرنسية معروف تاريخها بالممارسات العنصرية وهذه الشرطة في أوقات الانتخابات التي تجري في فرنسا إن كان في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النيابية أو المحلية فأنها تصوت بشكل كبير جدا نحو 80% من عناصر الشرطة الفرنسية ويصوتون لصالح اليمين المتطرف والسيام لحزب مارين لوبين موسى عاصي مرسل المايدين كنت معنا من جونيف شكرا جزيلا لك أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن الوقت قد حان الاستماع إلى الأمريكيين تحقيق العدالة الاجتماعية ووقف التمييز العنصري بايدن أضاف كلمة متلفزة أن الولايات المتحدة ليس لديها خيار سوى أن تفعل الأفضل مشيرا إلى أن قد حانت ساعة العدالة للأعراق كافة في البلاد سجلت ألمانيا ارتفاعا في الشكاوى حول العنصرية بنسبة 10% خلال العام 2019 عن العام الذي سبقه الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز في ألمانيا كشفت عن تلقيها ما يقارب 1200 شكوى تمثل نحو ثلث الشكاوى التي تلقتها الهيئة ويتعلق الثلثان الآخران بتمييز على أساس السن والدين والاحتياجات الخاصة وجنس الشخص المعني بالتمييز وغيرها من خلفيات التمييز وقد تجاوزت حالات الشكاوى من التمييز العرقي ضعف ما كانت عليه في 2015 تهمت صحيفة الفاينانشل تايمز المديرة تنفيذي لشركة الفيسبوك بأنه يلب الرئيس الأمريكي من خلال رفض إزالة منشوراته المثيرة للاهتراء مشيرة إلى أنه يجسد الأوليغارشية الأمريكية قبل ذلك تهم الكاتب الأمريكي توماس فريدمان زوكربيرغ بأداء دور تخريبي مقابل المال زهراء ديراني إن القلة هم قادة أعمال غير أخلاقيين كما وصفهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صحيفة الفاينانشل تايمز يستخدمون قربهم من السلطات للحصول على أرباح فائقة وتتساءل الصحيفة هل هناك أي وصف أفضل للرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ من الأوليغارشية الأمريكية رجل يلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال رفض إزالة منشوراته غير الدقيقة والمثيرة للاهتراء من منصة وسائل التواصل الاجتماعي الكاتب الأمريكي توماس فريدمان ذهب إلى أبعد من ذلك وتساءل في مقاله في صحيفة نيويورك تايمز عن بارونات مواقع التواصل الاجتماعي واتهم زوكربيرغ بالبحث عن المال مهما لاعبت منصته من دور تخريبي في تدمير الديمقراطية مؤكدا أن نموذج فيسبوك يقوم على تجيع ومكافأة الغضب وانتشار الوباء السياسي لأنه يؤدي لمشاركات واسعة وبالتالي إلى استغلال إضافي من قبل السياسيين منذ توليه الرئاسة يستخدم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة أعدائه وإطلاق النار عليهم من دون حسيب ولا رقيب حتى عندما قررت شركة تويتر تطبيق سياستها الجديدة لمكافحة التغريدات المضللة في أول مرة على تغريدتين لترامب ثارت حفيظة الرئيس وهدد بإغلاقها وهي التي وضعت الوسوم إلى جانب هذه التغريدات ولم تحجبها أصلا في المقابل تتلاشى الحريات وتضيق مساحات التعبير عن الرأي أمام الحسابات والصفحات الداعمة للمقاومة ولقضية الشعب الفلسطيني وتحديدا على موقع فيسبوك ليصبح صوت المقاومين مطاردا ومهددا بالحظر حتى في إطار التغطية الإخبارية الموضوعية وقائع كثيرة أثبتت انحياز فيسبوك لسياسة الأمريكية والإسرائيلية لا بل أكدت وجود أجندة خاصة لتعزيز وجهة النظر الإسرائيلية وأظهرت ازدواجية معايير الموقع الشهير في التعامل مع قضايا العالم بشكل عادل خصوصا إن كانت القضية فلسطين والمقاومة فصل واناوت أهلا بكم مجدد هبطت في مطار بنغوريون الإسرائيلي طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتي في رحلة مباشرة من أبوظبي وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت أن الطائرة الإماراتية التي حملت شعار الشركة نقلت على متنها أجهزة تنفس استناعي للفلسطينيين لمواجهة كورونا وأضفت أن رحلة تمت بتنسيق مع إسرائيل والأمم المتحدة وأعربت عن مالها في أن تحمل الرحلات المقبلة سياحا من الإمارات إلى إسرائيل مرة جديدة تفسح الأحداث عن تناقض حاد بينما يسعى للتحرر والاستقلال وبينما يعمق شرعية الاحتلال الإسرائيلي والتباعية لأمريكا أملا بمكاسب على حساب فلسطين بينما يحتدم الصراع على جبهات مفتوحة بين قوى التحرر ورفض الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية وتلك الغرقة في التباعية والتطبيع تتكثف على أرض الواقع مشاهد وأحداث متناقضة في الجوهر والهدف إيران التي كسرت الحصارة الأمريكية عليها وعلى فانزولا عبر المحيطات تكرس استراتيجية تفكيك الهيمنة الأمريكية على الساحة العالمية وتحط طائرة مساعداتها الجديدة على أرض كاركاس في خطوة جريئة تثبت قرار التحدي مهما كانت الكلفة ومن أجل مقاومة العبودية الأمريكية في زاوية أخرى من المشهد نفسه تجدد الإمارات العربية المتحدة خيارها بتشريع الاحتلال الإسرائيلي وترسل طائرة رسمية تحت شعار المساعدات للفلسطينيين لتحط على أرض مغتصبة الإمارات التي لم يعد إعلامها ولا مسؤولوها محرجين في إعلان الطلب التقارب والتواصل مع حكومة نتنياهو وعلى عكس إرادة الفلسطينيين الرافضين لإرسال المساعدات باسمهم عبر الاحتلال قطعت على ما يظهر شوطا طويلا ما قبل الاعتراف بإسرائيل وهي لم تترك بابا إلا وطرقته تمهيدا لهذا الحدث المخزي كما يصفه أصحاب الأرض المحتلة بدعم ومباركة شقيقتها في التطبيع السعودية منطقان متعارضان في المضمون والشكل يرسمان أفق المواجهة المقبلة على تصعيد كبير إيران المحاصرة والمعاقبة ومعها محور المقاومة تكرس عصرا جديدا للتحرر والتحدي فيما الإمارات وحلفاؤها في الخليج يندفعون في مشروع الاستسلام والتبعية أملا في حجز نصيبهم من صفقة القرن صفقة ستكشف الأيام ضحلتها بالرغم من تداعياتها الخطرة لوحى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية بسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل في حال إقدامها على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس داعيان إلى حراك جماهري واسع وإلى العمل على توحيد الصفوف لإتمام المصالحة الوطنية القيادة الفلسطينية تعمل على إحباط مشروع الضم الإسرائيلي في حال تم الضم سيكون لنا موقف جديد وحاسم وسنذهب من المرحلة المؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع وسيكون هناك أعلان دستوري ومجلس تأسيسي وستكون فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس أشتية وفي لقاء مع تلفزيون فلسطين هدد بسحب منظمة التحرير الفلسطيني اعترافها بإسرائيل إذا دمرت فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في عام 93 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحاق رابين والتي اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة فيما اعترفت هي بنا كمنظمة في إشارة الاعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني مسألة اعترافنا بإسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية من خلال عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية الحديث عن تحفظ الأمريكي إذا توقيت تنفيذ خطة ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية وغور الأردن إليها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في الوقت الراهن ترافق مع رسائل أمريكية ربطت الموافقة الأمريكية باتفاق مكونات الحكومة الإسرائيلية منال إسماعيل انتقلت الإدارة الأمريكية إلى استراتيجية جديدة في تعاملها مع خطة ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية إليها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها قبل إعطائها الضوء الأخضر لتنفيذها تمثلت في طلب اتفاق رأسي حكومة الوحدة الوطنية بنيامين نتنياهو وبني جانس على تنفيذ خطوة الضم الأمر الذي استبعد محللون حصوله عقد لقاء ربعي ضم نتنياهو وجانس وأشكنازي ورئيس الكنيسة والسفير الأمريكية في إسرائيل وتكون إدراك أن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في إعطاء ضوء أخضر لضم غير متوافق عليه مع جانس وأشكنازي أي هم يريدون خطوة لحكومة الوحدة لا خطوة للليكود يبدو أن الضم لن يحصل في الأول من تموز يوليو وربما للخلاصة بالنسبة إلى البيت الأبيض الكلمة المفتاح في هذا الشأن هي إجماع داخل القيادة الإسرائيلية حول خطوة الضم خطوة ببساطة لن تحصل لأنه لن يكون هناك اتفاق بشأنها بين نتنياهو وجانس وأشكنازي دخول السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان على خط الوساطة للتوصل إلى إجماع إسرائيلي بشأن مخطط الضم عده مراقبون إسرائيليون مفاجئا واستثنائيا مشاركة فريدمان في اللقاء الذي عقد في مكتب نتنياهو استثنائية جدا لأنها مثلت محاولة لتحصيل اتفاق على خطة الضم بين نتنياهو وجانس وأشكنازي وليس بين إسرائيل والولايات المتحدة في المقابل يرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارق في مواجهة تحدياته الداخلية المتمثلة في الاحتجاجات والأزمة الناتجة عن جائحة كورونا إضافة إلى الأهم من ذلك كله وهو استعداداته للمعركة الانتخابية على رئاسة الأمريكية أمور تبعد ترحى خطة الضم في هذا التوقيت بالذات من رأس سلم أولوياته الضم جاء بالنسبة إلى أمريكا في وقت غير جيد فترامب لديه مشاكله وهو بالنسبة إليه يمثل صداعا لأنه سيؤدي إلى صراعا مع الأوروبيين وغيرهم وداخل أروقة السياسة الداخلية الأمريكية وفي ظل الرسائل الأمريكية الواضحة يخشى نتنياهو أن تؤدي حملة قادة المستوطنين الرافضة لخطة الضم إلى تراجع الإدارة الأمريكية عن دعمها للخطة أو إلى سحبها بالكامل ولسيما في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى معارضة 46% من الإسرائيليين لخطوة الضم وفق مسودة الرئيس الترامب حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وقف العمليات العسكرية على الفور والانخراط بفعالية في مفاوضات السلام بوريل دعا في بيان مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا صدر اليوم جميع أطراف أو صدر اليوم جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار وأيضا إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة والعداد العسكري خطة الحكومة السورية لشراء محصول القمح تواجه عوائق طارئة من قبل الإدارة الكردية التي منعت إخراج المحصول من مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا في وقت تسعى مؤسسة الحبوب السورية إلى عمليات الشراء لتخفيف فاتورات الاستيراد محمد الخضر موسم شراء القمح في سوريا بدأ بوتيرة عالية عبر 49 مركزا وبسعر 400 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد محاولة حكومية لشراء أكبر كمية من المحصول بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد المرئقة وفي ظل الحصار والعقوبات الأمريكية على سوريا المؤسسة السورية للحبوب استنفرت عمالها وفنيها لاستقبال المحصول الاستراتيجي موسم عمل يمتد من مطلع حزيران يونيو جهود تترجم خططا حكومية للوصول إلى كميات تحد من فاتورة الاستيراد نقوم بعملية طحن هذه الأقماح وإنتاج الدقيق وإنخالة وهذا الدقيق التمويني يتم توزيعه إلى مخابز العامة والخاصة لا معلومات نهائية عن حجم ما سيتم شراءه في المحصول الحالي محاولات للقفز عما تم شراءه العام الماضي والذي يقدر بمليون طن استلمت مؤسسة لغاية هذا التاريخ بحدود 78 ألف طن من بداية شهر ستة متفقلين بالخير إن شاء الله ممكن نصل لأرقام مقارنة بالعام الماضي مقبولة أو مشابهة إلى خطط تواجه عوائق طارية الإدارة الكردية منعت إخراج أي حبة قمح إلى خارج شمال شرق سوريا قرار يمس أهم مصادر الحبوب السورية في الحسكة ويتزامن مع تجديد العقوبات الأمريكية على دمشق وحاليا يوجد عدد كبير من السيارات متواجد على حواجز الميليشيات موجودة في محافظة الحسكة التي تمنع مرور هذه السيارات إلى مراكز المؤسسة هذا بأثر حكما على إجمال المشتريات المؤسسة في نهاية الموسم بيزيد من الحاجة إلى العمليات الاستيراد لتعويض هذا النقص وفرت حقول القمح السورية نحو أربعة ملايين طن من القمح قبل الحرب كميات حققت الأمن الغذائي لسوريا منذ مطلع التسعينيات وتسعى إلى استرجاعها في مواجهة ضغوط تطال كل تفاصيل حياة السوريين محمد الخضر دمشق الميادين أعلن الأمن العام لحركة عصاب أهل الحق الشيخ خيس الخزعلي إغلاق بكاتب الحركة في كل محافظات الوسط والجنوب إلى إشعار آخر وذلك لوجود معلومات عنية لإحراق مقار الفصائل التي هزمت تنظيم داعش الخزعلي وفي بيان له حذر من أجندات ومشاريع أجنبية بالتعاون مع جهات رسمية وشخصيات سياسية محالية لتأجيج الفتنة داخل العراق خلال الفترة المقبلة وتحدث عن سيناريوهات لجر الفصائل إلى العنف والاقتتال الداخلي لتجريمها واستهدافها لاحقا تواصل قوات الأمن العراقي عملياتها العسكرية لملاحقة خلايا تنظيم داعش العمليات تنفذ ضمن خطة لملاحقة فلول التنظيم من دون ترك أي ثغرة تسمح له بالاعتداء على المدن والقرى الآمنة محمد الفهد والتفاصيل من منطقة إلى أخرى تستمر عمليات ملاحقة تنظيم داعش في العراق وفق الخطة الجديدة التي شرعت بتنفيذها القوات المشتركة العراقية فبعد النتائج التي حصدت مؤخرا من عمليات أبطال العراق انطلقت عملية جديدة في غرب نينوى لملاحقة التنظيم وتفتيش المناطق التي ينطلق منها لتهديد المدن والقرى الآمنة هذه العمليات ليست النهاية وإنما بداية ستشهد هذه المناطق والمناطق الأخرى عمليات مشابهة لتطهير كل العراق من دنس هؤلاء استمرار العمليات الأمنية الوقائية كفيل بترك أثر بالغ الأهمية لجهة أمن المناطق المحررة واستقرارها يقول المتخصصون فكلما زادت الضربات لخلايا التنظيم تقلصت أنشطتها وهجماتها الفردية التي تكررت في الأيام الماضية نحتاج الزخم كبير لمواصلة تنمومة تحقيق النصر على هذه التنظيمات الارهابية ولا يسيما هناك خلايا متاهبة دائما لضرب أمن واستقرار العراقيين في مناطق قد تكون بعيدة المنال عن أجزتنا الأمنية ولا يسيما في المناطق الصعبة وبينما تتجه الأنظار صوب إجراءات الحكومة الجديدة على المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها إلا أن الأمن لا يزال يتربع على رأس أولويات العراقيين بغداد المثقلة بجملة ملفات معقدة هي على ما يبدو لم تتهاون في ملف الأمن الذي يعد أهم ركيزة للاستقرار ومدخلا لحل باقي المشاكل والتفرغي لحصمها من قبل أي حكومة تدير البلاد محمد الفهد بغداد الميادين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردغان مواصلة دعم حكومة الوفاق في ليبيا بما في ذلك الدعم العسكري مشددا على أن بلاده ستبذل قصار جهدها من أجل ذلك أردغان وفي ختام اجتماعه مع الحكومة قال إن على الجميع أن يدركوا أن لا حل عسكريا للملف الليبي مشيرا إلى أن تركيا نفذت كل بنود الاتفاق بخصوص إدلب شمالية سوريا أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الحاجة الماسة إلى تعاون الدولي في مواجهة عبء اللجوء نتيجة التبعات الاقتصادية لكورونا والحاجة لتلبية الاحتياجات الطبية والوقائية للاجئين الصفدي شدد على ضرورة إسناد الدول المضيفة لتتمكن من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للاجئين مشيرا إلى تحديات كبيرة تواجهها الدول المستضيفة تستوجب مرنامجا دوليا متكاملا لمساعدتها ودعم منظمات الأمم المتحدة التي تعمل معها لتلبية احتياجات اللاجئين أكدت شركة النفط اليمنية أن قوى التحالف السعودي ما زالت تحتجز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبلة ميناء جزان الشركة قالت أن القرصنة التعصفية ستترك أثرا كارثيا على إجراءات مكافحة كورونا لكون المشتقات النفطية ضرورية لتغطية احتياجات قطاعات الصحة والنظافة والمياه الشركة اتهمت قوى التحالف السعودي بمحاولة تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى الازدحام أمام محطات الوقود طالبت الرئاسة المصرية بتحديد إطار زمني لإنهاء المفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق منعا للمماطلة بحسب تعبير بيانها الذي تزامن مع اجتماع يعقده وزراء الرئي المصري والسوداني والاثيوبيا بعد توقف المباحثات لثلاثة شهر وأكدت القاهرة في البيان على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة تقدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في تونس بلائحة إلى مجلس نواب الشعب لتصنيف جماعة الإخوان منظمة رهابية يأتي ذلك في وقت أعلن في حراك الرابع عشر من حزيران تنفيذ اعطيصام الأحد المقبل أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بحله سمح البغاني تقديم الحزب الدستوري الحر مشروع لائحة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ومطالبة الحكومة بإعلان ذلك رسميا مشروع يأتي في وقت يعيش فيه البرلمان صراعات إديولوجية ومواجهات سياسية كشفتها المواقف والاستفافات الإقليمية الأخيرة قراءات والأدبيات تمتاحهم لم يفصلوا نهائيا مع الخطة الإخواني العالمي مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين مع هذه حقيقة يعطينا تصريع ولا يعطينا قراءة ولا يعطينا بيان ولا بالاق يرجوه للناس قالوا نحن قطعنا من جموش حركة النهضة التي أعلنت سابقا أنها تخلصت من ثوبها الإخواني وأصبحت حزبا مدنيا يحتكم إلى الدستورة هي اليوم تواجه من جديد مرجعيتها الإسلامية ولسيما أن أحزابا عديدة ومكونات المجتمع المدني تطالبها بالأعلان صراحة عن فك ارتباتها بالإخوان نحن لا نعتبر الإخوان المسلمين سبا ولا معرة الإخوان المسلمين تنظيم موجود في بعض البلدان عنده أخطاء وعنده أيضا مكاسب وإيجابياته حركة النهضة حركة تنسية لا علاقة لها بأي تنظيم خارجي دعوات سياسية داخل البرلمان لصحب الثقام الرئيسي راشد الغنوشي وتحركات مرتقبة في الشارع حيث تعلن شبهة الإنقاذ وحراك الرابع عشر من يونيو عزمها على الاعتصام أمام البرلمان الأحدى المقبل اعتصام تسبقه وقافات احتجاجية أمام المقار الفرعية لحركة النهضة في مختلف محافظات البلاد للمطالبة بما وصفته شبهة الإنقاذ بإسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان قد لا تلتقي الدعوة ضد حركة النهضة على الأهداف نفسها وقد لا تخدم المشروع نفسه غير أنها تتقاطع فيما بينها على توجيه سهامها نحو حركة النهضة سميح البخنمي تونس الميدين مؤخرا حذفت إدارة فيسبوك وتويتر ويوتيوب جميع المنصات التابعة لمؤسسة رواس فلسطين الفنية التي تعمل على نشر الفن الفلسطيني المقاوم إجراءات تطال المحتوى الفلسطيني لصالح تدعيم رواية الاحتلال الإسرائيلي على حساب ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني أحمد شلدان في الوقت الذي ينتفض فيه العالم ضد التمييز والعنصرية يدفع الفلسطيني ثمن مطالبه العادلة والإنسانية حتى الفن المقاوم لم يسلم من عنصرية أولئك الذين يدعون حرصهم على حريات الإنسان وحقوقها ضاقت شعارات الحرية بهذه الريشة فأغلقت أمامها الأبواب ومنعت ألوانها الزاهية من التحليق عبر الفضاء الإلكتروني بعد إغلاق منصات مؤسسة رواس فلسطين الفنية في مواقع التواصل الاجتماعي حرية ينادي بها المجتمع الدولي ولكنها تضيق بمساحة الفن الفلسطيني المقاوم الفن لا يتحرم عن طريق تحزف المواقع وتحزف الرسومات نحاول قد ما نقدر أن نوصل رسالة حتى للاحتلال وحول العالم حتى لو حزفوا كل مواقع تواصل الاجتماعي تويتر والإنستجرام والفيسبوك حتى لو حزف كل شيء في تعاملها مع المحتوى الفلسطيني الرقمي ولسيما الفني منه تظهر مواقع التواصل الاجتماعي حجم العنصرية والتمييز الذين يمارسان ضد الفلسطينيين خدمة للاحتلال ولرواياته الكاذبة ما تعرض له جورج فلويد هو أيضا بشكل عنصري نحن نقول بأن العالم الذي اتجه نحو الحق بقتل هذا الإنسان يجب أن ينظر إلى منصاتنا الفلسطينية التي تنادي بالحق لم تكن هذه المرة الأولى التي تحذف فيها الصفحات الفلسطينية في وسائل التواصل الاجتماعي لكنها اليوم تتزامن مع حملة تضامن عالمية ترفع شعار العدالة للجميع عدالة لم تنصف الفلسطينيين بعد لا واقعا ولا افتراضيا عبر الفضاء الإلكتروني أحمد شردان غزة الميادين نحو ثلاثة ملايين باكستاني سيفقدون وظائفهم مع استمرار استغناء مؤسسات حكومية وخاصة عن موظفها بعد اعتماد سياسة العمل عن بعد ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا بكر يونس والتفاصيل تتوالت داعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصاد باكستان حيث أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في رسالة خاصة لمجلس الشيوخ الباكستاني أن ثلاثة ملايين شخص سيفقدون وظائفهم خلال الأيام القليلة مقبلة أمر سيضيف عبءا كبيرا على اقتصاد البلاد على الحكومة أن تنهي الإغلاق وعليها تنظيم العمل بحسب الحاجات والأهم هو العمل على تقديم قروض للناس العاطلين من العمل والذين خسروا وظائفهم ولأصحاب الأجور اليومية وعليها العمل أيضا بقرار دفع مائة دولار على الأقل لكل عائلة شهريا العمل من البيت كان عاملا مسببا لاستغناء مؤسسات تجارية مختلفة وهيئات حكومية في الأقاليم الباكستانية عن موظفيها في قطاع النقل والخدمات المكتبية ففقدت وظائفه كانت أساسية لوقت قريب قبل انقضاد كورونا والخوف من انتشار هذا الفيروس في الأوساط المجتمعية والهيئات الحكومية والمدنية أعتقد أن الكثير من الناس سيخسرون وظائفهم خلال الأشهر المقبلة وهو أمر سيستمر فلابد للحكومة من انهاء الإغلاق وتقديم دفعة لتجارة وصناعة وهذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف تسريح المواطنين من أعمالهم رئيس الوزراء الباكستاني كان قد أعلن أن استراتيجية الإغلاق لن تكون علاجا لكورونا وعليه فقد قرر استئناف العمل مع التقييد بإجراءات احترازية وأوقات محددة لفتح الأسواق العامة والمحال التجارية رغم أن ذلك برأي المراقبين لن يكون كافيا ليستعد اقتصاد باكستان عافيته أمام ضربات كورونا ذات التأثير المباشر على فرص العمل الوظيفي لعلى التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد باتت عاملا أكثر خطرا على باكستان من تأثيرات كورونا على الصحة العامة ولا سيما مع تزايد فقدان المواطنين لوظيفهم وازدياد نسبة البطالة في اقتصاد يعاني الكثير من السلبيات بكر يونيس إسلام أباد الميدين والآن إلى العنوين تشيء حاشد لفلويد في تكساس الأمريكية وتظاهرات رافضة للعنصرية وتضامن مع فلويد في العواصم الأوروبية طائرة إماراتية في إسرائيل تحت عنوان نقل المساعدات إلى الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية تلوح بسعب الاعتراف بإسرائيل في حال ضم الضفة الغربية الاتحاد الأوروبي دعو اطراف الصراع الليبي إلى وقف العمليات العسكرية على الفور والانخراط بفعالية في مفاوضات السلام نحو ثلاثة ملايين باكستاني مهددون بفقدان وظائفهم مع السمرار استغناء مؤسسات حكومية وخاصة عن موظفها واعتماد سياسات العمل عن بعد المزيد من الأخبار على صفحة المايدين على الانترنت المايدين دوت نت وبلغة الإسبانية اسمانون دوت المايدين دوت نت ختم ونشرة في أمان الأهم اشتركوا في القناة